اشتركوا في القناة استخدام المساحة او المسافة الزائدة يعني هنانا بين كلمة وكلمة نستخدم مساحات زائدة وطبعا هذه المساحات الزائدة غير صحيحة في الإخراج ضروري ان تكون مساحة زائدة واحدة فقط وطبعا تم حل هذه المشكلة في المحاضرات السابقة لكورس دكتور وورد الخطأ الثاني هو استخدام انتر زيادة يعني اذا نلاحظ ان هنانا عندنا انتر زيادة وطبعا ممكن انه انا لو اريد انزل هذه الصفحة لصفحة جديدة اضغط اضغط انتر انتر الى ان ينزل صفحة جديدة وطبعا هالشي خطأ بينما الصحيح هو من خلال انه يعني اضيف صفحة جديدة حتى هذه الصفحة تكون مفصلة احدد بداية الفقرة واضغط على كونترول وانتر اوتوماتيكيا رح يحدد لي صفحة جديدة الخطأ الثالث هو اهمال اتجاه النصي طبعا رح القى انه اتجاه الورقة انجليزي والقى المؤشر بها اليسار اذا اريد اكتب اجي اغير المحاضرات واكتب عربي طبعا هالشي مو صحيح اذا اريد اغير لابد انه اغير اتجاه الورقة وليس اغير المحاضرات طيب ليش لان اذا اخترت اتجاه انجليزي واجت اغيرت المحاضرات وكتبت مثلا بغداد البصرة مثلا وهذه الفقرتين امطيتها ترقيم اذا الاحظ انه الارقام صارت من اليسار شنو الخطأ الخطأ هو الاتجاه الى اليسار انا غيرت المحاضرات وليس اتجاه الورقة فضروري انه اغير اتجاه الورقة ومن ثم المحاضرات راح تكون الارقام بشكل صحيح طبعا لو كان عندي جدول يعني مثلا بهذه المنطقة عندي جدول من ادراج جدول مثلا اي جدول هذا الجدول وهذا الجدول حبيت انقله يعني خلي نغير اتجاهها الى عربي وحبيت انقله بين هذه الفقرة وهذه الفقرة بهذه المنطقة طبعا من الخطأ انه ننقل جدول بهذه الطريقة شنو المشكلة المشكلة انه راح جدول ممكن راح يتفعل به الخيارات اللي هي خصائص الجدول راح تتفعل به هذه الخصائص اللي هي خصائص التفاف الجدول وبالتالي راح تسبب منها مشاكل طيب فشنو الطريقة الصحيحة اللي انقل بها الجدول الطريقة الصحيحة هي تحديد الجدول بهذا الشكل وطبعا اذا اريد انقله اضغط على قص واذا اريد انسخه اضغط على نسخ اختار مكانه جديد وطبعا كونترول بي راح يتم لصق الجدول بشكل مباشر طبعا هذا هو الحل الصحيح الخطأ الخامس هو عدم الاهتمام بالمساحة بترقيم الارقام عند الرقم 10 مثلا عندي هذه ارقام طبعا ممكن امطيها اتجاه عربي وطبعا بهذا الشكل بلاحظ انه اكتب مثلا محمد مرة اخرى اذا اجي الى 10 واكتب مثلا سالم 11 اكتب مثلا موسى الاحظ انه هنا برقم 10 راح يصير عدي مساحة وطبعا يعني في الغالب ان المستخدمين يعني يعوفون هاي المساحة وطبعا هذا الشي خطأ الصحيح هو نضغط طبعا نحدد هذه المساحات وطبعا اضغط اكليك ايمن على الارقام او على النصوص واختار ضبط المسافات البادئة وطبعا هنا حرف الجدولة راح اختارها الى مساحة ومن ثم موافق راح لاحظ انه راح يتم ضبط المساحات الخطأ السادس هو في بعض الاحيان عندما نريد نغير لون العنوان مثلا هذا العنوان نريد نطيه مثلا لون احمر نحده فقط هو ونجي من هنا نغيره راح نلاحظ انه لون كل الناس راح يتغير شن المشكلة المشكلة هو بالنمط فحتى تخلص من هذا الخلل ممكن اتراجع كونترول زت ممكن بهذه الطريقة ممكن اتراجع بعد كونترول زت وطبعا اضغط كونترول شفت حرف اس بهذه الطريقة راح تظهر لي تطبيق الانماط اجي اضغط على تعديل فقط انهي الخيار اللي هو تحديث تلقائي على موافق اذا لاحظ انه هسا عندما اريد اغير لون الفصل راح لاحظ انه ما راح يتأثر ببقية النص ممكن هذا اللون نختاره لون اخر راح لاحظ انه الان تم حل هذه المشكلة الخلل السابع في حال لو ردت اني انزل بين كلمة وكلمة طبعا ممكن كونترول اي بهذه الطريقة ادي هنا اريد اخلي بين هذه الفقرة هذه عدي فقرة وعدي هذه فقرة اريد اخلي مساحة بيناتهم طبعا في الشاع اجي اضغط هنا انا انتر او ممكن هنا اجي اضغط انتر حتى يصير عدي مساحة طبعا هذا شيء مصحيح الصحيح هو ممكن انه احدد هذه الفقرة وطبعا من تباعد الاسطر واختار خيار تباعد الاسطر وطبعا اجي هنا اعدي تباعد قبل وبعد اعدي هنا قبل الفقرة وعندي هنا بعد الفقرة ومن ثم اضغط على موافق راح الاحظ انه راح يصير عدي مساحة قبل وبعد الفقرة طبعا هذا هو الشيء الصحيح ادي الخلل الثامن او الخطأ الثامن في بعض الاحيان لو ردت اكتب ابيات الشعر يتم كتابة ابيات الشعر من خلال التخطيط ومن ثم اختار اعمدة اختار طبعا عمودين واجي اكتب ابيات الشعر طبعا هذا الشيء مصحيح تم شرح كيفية عمل الاعمدة في محاضرات هذه الدورة من خلال انه ندرج جدول جدول راح يكون من ثلاث اعمدة وطبعا نصف العمود يعني الاخير والعمود الاول العمود البنص يكون صغير وطبعا نكتب نصوص بهذه الطريقة وطبعا نجي من تصميم من هذا الخيار اللي هو حدود نختار بلا حدود هذا الخيار وطبعا راح يتم اكمال ابيات الشعر الخطة التاسع هو اهمال علامات البحث بالبحث والاستبدال يعني مثلا عندي كلمة تعالى وعندي مثلا يعني مثلا ممكن نجي نحدد الكلمتين بهذا الشكل ممكن ادي كلمة تعالى ادي كلمة الى بنفس الطريقة ممكن اجي اخذ هنا نسخ التنسيق ادي هنا النص بهذا الشكل ادي تعالى ادي الى ويعني مثلا توالى مثلا جد ادي هذه الكلمات واني اردت اغير كلمة الى من الالف العادية الى الالف اللي بي همزة بالاسفل شنو راح اسوي راح احدد النص واجي الى استبدال واكتب هنا الى العادية ومن ثم اكتب الى اللي بيها همزة بالاسفل جيد راح اجي هنا اضغط شفت وحرف غين وغيرتها بالى وطبعا اكتب بحث عن التالي ومن ثم استبدال او استبدال الكل راح الاحظ انه راح يتم تغيير كلمة الى وكلمة تعالى وتوالى وطبعا هذا الشي غير صحيح شنو الحل الصحيح الحل الصحيح احدد النص وطبعا اجي الى استبدال واجي هنا انا الى المزيد ضروري انه اختار بحث عن الكلمة بالكامل فقط هذا الخيار افعله ومن ثم استبدال الكل موافق ومن ثم نعم ومن ثم موافق راح الاحظ انه يتم تغيير كلمة الى فقط الخلل الاخير في حال لو عندي انا مثلا ملف كبير وهذا الملف طبعا بترقيم يعني ممكن اجي هنا الى تخطيط او ممكن اجي الى ادراج وطبعا اجي الى رقم الصفحة اسفل الصفحة بهذه القريقة وعندي ترقيم مثلا انا اريد في هذه الصفحة بهذه الصفحة اريد انه ترقيم يكون ماكو او ممكن هذه الصفحة اي صفحة اريد هنا ترقيم ماكو في بعض الاحيان شي يسوون يجيبون مربع ناس هنا هذا مربع ناس وطبعا من تنسيق المخاطط التفصيلي راح يكون بلا مخاطط تفصيلي ومن التعبئة راح يكون لون أبيض راح ألاحظ أنه اختفى الرقم طبعا هذا شيء مصحيح لأنه ممكن هاي الصفحة بس تنزل إلى الأسفل راح يظهر عدي الرقم شنو الصحيح الصحيح هو أنه يعني أضيف هنا مقطع مثل ما شرحناه بالمحاضرة السابقة بهذه الطريقة أضيف مقطع أضغط هنا نكليك وطبعا أجي من تخطيط ومن الفواصل أختار صفحة فردية طبعا وأجي هنا أضغط دابل كليك بهذه الطريقة الارتباط بالسابق راح أنهي وأجي أحذف الرقم ومن ثم أغلاق ألاحظ أنه بهذه الصفحة ماكو رقم وبهذه الصفحة صار عدي رقم طبعا هذه الأخطاء مهمة جدا والكثير من عندنا ممكن تحدث عندما يستخدم برنامج وورد ضروري أنه حاولوا تتلافوها من خلال الممارسة ومن خلال أنه تذكر هذه الأخطاء نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى ترجمة نانسي قنقر